تحية طيبة مشاهدي برنامج هنا ليبيا مرحبتين بكم في جولة رمضانية جديدة وأجواء وتقوص لها نكهة خاصة وطعم خاص في الشهر الكريم في كافة المدن الليبية والتي عمت أرجاعها أجواء رمضانية مميزة السنة هادي بين الأمسيات الشعرية والسهرات الرمضانية نبدأ لجولات أجواء رمضان من قلب المدينة القديمة في طرابلس وين تعيش أرويقتها وقع أجواء الاحتفالية منذ بداية الشهر الكريم حل رمضانية وكان للموروث والفكر فيها نصيب كبير ليالي جعلت الموسم الثقافي في ليبيا مميز على جميع الأصعدة وبمختلف الفعاليات ليلة الفن والثقافة كان السرد الشعبي حاضر فيها من خلال ندوة حول أهميته عبر العصور وصوله وكيف تطبع بالمجتمع الليبي وثقافة المحلية نتابع أجواء ندوة في هذا المقطع مع اليوم الدكتور حسن أحمد الأشلم من موضعين 67 مصراتة لصنص لغة عربية كليت الأدار جمع مصراتة في 1990 ماجستير أدب ونقل حديد كليت الأدار جمع مصراتة 2004 دكتوراه الفلسفة الأدب والنقل كليت الأدار جمع ديرموك المملكة الوردونية الهاشنية 2012 الدرجة العلمية ستار مشارك 2019 هو معلم بالتعليم الأساسي ومتوصل من 1993 إلى 2005 رضو هاي التدريس بقسم اللغة العربية كلية التربية جامعة مصراتة أمسية رمضانية سعيدة للتنمية أرحب بكم في هذه الأمسية بالدافئة بحضوركم للحديث عن السرد الشعبي أو عن المحكيات الشفاهية حقيقة الحديث عن الحكاية الشعبية أو السيرة أو أدب الشفاهي ربما يعني نستدعي العودة إلى الخلف قليلاً في مسألة التصمية الأجناسي بالموردات السردية تحديداً على أقل حديث عن أدب السيرة والحكاية المصطلحة على تسميته بالخرافة المتعارف عليه أن السيرة التحديداً أو السرديات الحكاية الشعبية قد ظلت لفترة طويلة أدباً غير معترفة في المؤسسة المقدية والأجناسية تحديداً وحتى موحي التقافي ربما اختزل في كتب تحت أشراف الهيئة العامة للسينما والخيالة والمسرح والفنون مكتب المرج قيمة أمسية شعرية على شرف الشاعر القدير عبد العظيم محمد بقيقة رائد من رواد الشعر المحكي في ليبيا احتفى بأشعاره نخبة من المثقفين والمسرحيين ومحبي الشعر في مدينة المرج في أمسية شعرية رائعة نقل لنا أجواءها مرسلنا من المرج محمد الحاسي تقام هذه الأمسية تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للسينما والخيالة والمسرح والفنون مكتب المرج تنظيما وإشرافا ومتابعة الأنشطة داخل هذا المكتب قمنا قيمة هذه الأمسية على شرف الشعر المحكي لشرف الفنان الكبير الأستاذ عبد العظيم بقيقة كان في الموعد ولبت دعوة وشكر أيضا موصول لنادي المروج وتحديدا منتداء الثقافية التربع بهذا النادي فبارك الله في كل من حضروا وكل من شارك معنا هذه الأمسية إن شاء الله سيكون القادم أفضل وأحسن داخل البلدية المرج من خلال هذا المكتب لتقديم الأمال الفنية الرائعة وإظهار الإبداع والمبدئي نحتبر من رواد الشعر المحكي إذا كان ذكرنا الشعر المحكي في ليبيا سنذكر محمد الدنجلي وحن نذكر عبد العظيم بقيقة حقيقة وطبعا نحن نعرجع على هذا الشعر الشعر الكبير هو أب النادي المروج وهو طبعا أب النادي المروج ولاعب كرة سلة حقا لاعب منتخب الليبي بكرة سلة نشكركم على التقديم ونشكر أيضا الهيئة العامة للخيالة والمصلح والفنون فرع المرج تعاون معنا بسبيل إنجاح هذه الأمسية الطيبة إني أطلت وعذري يا سادتي إن الكثير عن المروج قليل حقيقة أمسية جميلة ولما أجمل في هذه الأيام المباركة التي قام بها مشكورا نادي المروج مع الهيئة العامة للمصرح والفنون بتكريمي في هذه الأمسية في أمسية الشعرية أتمنى أن ينال ما أقدمه إعجاب جميع الحاضرين ورضاهم كما أتمنى أن تتكرر مثل هذه الأمسيات واللقاءات حتى تكون ترجمة صادقة فعلية على أن الأندية جميعا أندية ثقافية اجتماعية إلى جانب أندية رياضية على وقع الأهزيج الكشفية والمصابقات المتنوعة أقامت مفوضية الكشفة بمدينة بنغازي أمسية شعرية بمشاركة قرابة 150 قائدا أمسية كان شعارها رمضان يجمعنا في بيتنا الكشفي تم على هامش تكريم قادة تدريب ومساعدهم ومنحهم وسام التقدير إلى جانب توزيع شهادات ختام الدورات التدريبية للمجازين في دورة الإعداد والدراسة التمهيدية أجواء احتفالية كشفية نقل لها لنا عدسة مرسلنا من بنغازي محمد العزومي طارق زليتني مفوض عام كشف بنغازي بداية نشكر القناة الوسط الواكبة دائماً لأنشط فوضية كشف بنغازي طبعاً نحن اليوم في الأمسة الرمضانية خاصة لقد فوضية كشف بنغازي هذه الأمسية لها طابع اجتماعي الهدف منها هي خلق جو اجتماعي داخل فوضية بنغازي بإنقاد الحلقات طبعاً هذا ضمن أنشط فوضية بنغازي خلال شهر رمضان مبارك سنة انطلقت جميع الحلقات في نشطتها الرياضية والكشفية والثقافية والاجتماعية الأشبال والفتيان ومتقدم والجوالة والبحرية بدلاً من التقريب مع عشر رمضان كذلك على هامش شهر رمضان وقيمة أكثر النشاط وقيمة المائة الرحمن تستمر 30 يوم يستضيف فيض ضيوف الرحمن تقريباً 500 وجبة يومياً كذلك وقيمة برامة سلة رمضانية لألف عائلة محتاجة داخل فوضية بنغازي دائماً شهر رمضان داخل فوضية بنغازي لها طابع خاص ورونة خاص كل ينتظر هذا الشهر أتمنى التوفيق من خلال القناة كما نحب نهني جميع قادة فوضية بنغازي بشهر رمضان مارك وننتهى لغير ونلتقي إن شاء الله في معايد العيد الفطر المبارك وكل عام أنتم ألف وخير نحن اليوم عندنا الأمسية خاصة بقادة فوضية كشف بغازي بكامل من جميع الحلقات تشبيل فتين متقدم بحرية جوالة أمسية طيبة والغرض منها هي والحجل الجمعة طيب والاجتماع ما بيننا نحن كنا كقادة صغار وكبار المؤسسين والحاليين فيه يتخلل الأمسية هذه جانب من توسيم القادة بالخدمة العامة والخدمة الممتازة والشارة الخشبية ويسام ذعب الغابي ومساعدين قادة التدريب وفي نفس الوقت الفترة الماضية كان فيه دورات أعداد قادة وتمهيدي فاليوم يكون اللي جهزة بتاعتهم توزعنا عليه شهاداتهم وإن شاء الله رب يوفقه الجميع وإن شاء الله ديمة عامر وفضيك كشف بغازي وإن شاء الله كالعمل أنتم بخير وكل الشكر لك كم وقنات كم معقرة إن شاء الله بركة الله فيك ولدت في ليبيا وعاشت فيها وحبت كل تفاصيلها فداء العاقب إعلامية من أصول سودانية بدت مسيرتها في الإعلام المسموع في بعض الإذاعات المحلية بالعديد من البرامج المنوعة عن حبها لليبيا وعشق تفاصيلها حتحكينا عليها فداء بس بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أيام الدار جنب الدار والجار للجار وحويشنا يلم الكبار والصغار الدويرة واسعة والقلوب أوسع ما فيش بيننا أحيوط وسكر قهوتنا ديما مظبوط هيك تختار فداء العاقب تقديم سلسلتها حوشنا الأرض الزمي على الفيسبوك بطريقة تراثية تعكس جزء من تقاليدنا واسلوب الحياة التقليدي في البيوت اللي بيها قصة الرحاة وكيف نديره الزميطة وطريقة إعداد الفتاة الجبالي هي مواضيع تقدمها لنا فداء العاقب بطريقتها لخصناها في هالتقرير ناس لو لا قالت الحي كركر في الميت والميت تحتها يطراعد واللي يطلع من الميت ينفع بالحي اللي قاعد هذا الكلام قالوها الرحاة الرحاة هذا يا سيدي بن سيدي كانوا يستعملوا فيه ناسنا باش يرحوا به الأحبوب والشعير ويديروا بيها داك البازين واليوم حندير الزميطة أول شي ولع النار وخود الحماس الحماس نستعملوا فيه باش نحمسوا أكتر من نوع ملح موب خود الشعير ورشي عليه الملح وحمسيه عن نار كويس وكيف حالبنا ياتي اليوم وجبتنا فتاة جبالي فتاة جبالي يديروا فيه في المناسبات ويديروا فيه أهل الجبل كيف يبدوا عازمي الناس من بره الجبل وبيطيبولهم وجبة مقومة عيننا المقادير خفز التفتاة صل البصلة حم خروف عندك البهارات بزار وفلفل وملح ولا حرارات كام بتزيدي توابل من عندك ماطم معجون وزيت زيتون قرضي خضرتك صبح الخيرات يومكم طيب الله يبارك على هالنسنا الطيبة والجو الزين زي قلوبكم الزينة يقولوا الناس لو لا خير الباس مستر وخير الوكال محضر يعني كان لبسك ساتريك ولقمتك بين دياتك بول الحمد لله لأنك بخير ومش ناقصك شي الله ليغيب علينا الوقت الطيب اليوم بنديرو كسكسي بالقديد نبو سميت باش نبرموه وين هم اللي قاعدين يبرمو في السميت بي دياتهم الله يبارك سلمك على ديات للحديث أكثر مشاهدينا تنضم إلينا عبر السكايب باش تحكينا عن التورات الليبي بشكل عام وتحديدا في مدينة الزاوية العالمية فداء العاقب مرحبتين بيك أهلا بيك اعتدال يومك سعيد ورمضانك مبارك يومك طيب جوعتين بي هالفيديوهات اتصوري يعني هو في الفيديوهات بس ألينا بناسمع فيهم نحس نفسي نسمع فيهم أول مرة طيب فداء احنا ممكن ما فيش حد ما يعرفش فداء العاقب يعرف حبها لليبيا بشكل عام وبشكل خاص للزاوية فحكي لنا شوية عن أجواء رمضان في مدينة الزاوية شوفي يعني صدقتي لما قلت حبي لمدينة الزاوية تعرفي لما يقولك فيها عشق لا يمكن أن يوصف هذا حبي لمدينة الزاوية أحيانا ارتباطك بالمكان هيكون شيء بعيد عن الوصف أنا لما نخش لمدينة الزاوية يعني لما نطبع منها ونروح مجرد ما نخش لجدائي منالجه هذه كالناس ما نحس بشيء من الأمان المدينة هذه تمنحها قدر من الأمان غير عادي ارتباطي بالأرض والتراب والثقافتها وبروحها الحب شيء غير مرئي ولكنه هو ملموس إضافة إلى ذلك أو محسوس خلينا نقوله إضافة إلى ذلك البيئة اللي في مدينة الزاوية هي بيئة ذات خصوصية اليوم لما طلعت أني المذيعة في ذا العاقب هذا مش غريبة عن البيئة اللي أني تربيت فيها أنا تربيت في حي حي يهتم بالثقافة حي نقدروا نقولوا أن كانت فيه مهرة جنازة قافية أنا ممكن ما شفتش غير حينة دار ومعرة كتاب تخيل لي أنها بمجهود ذاتي في بلد فيه شكوى من القراءة والاقتلاع ما كانتش مكتبة أحمد بنهابة بعيدة عني عن بيتي وأني صغيرة وكانت هذه المنتدى اللي أنا نمشي لها بشي نغير فيه جو هذا إلى جانب أن مدينة الزاوية من المدن اللي تلقي فيها مزيج ثقافي سواء كان مزيج من عدد من المدن اللي هما عاشوا في المدينة هذه لأنها بطبيعة الحال هي مدينة فيها التحضر فيها المزيج الثقافي تلقي فيها اللي هو من الجبل واللي هو أصوله مثلا من الجنوب واللي هو أصوله من الشرق متواجدين ومتعايشون في هذه المدينة إضافة إلى ذلك الجنسيات العربية اللي عاشت في مدينة الزاوية يعني أنا في طفولتي عاشت مع الفلسطيني وعاشت مع المصري وعاشت مع المغربي وعاشت مع الهندي وعاشت مع الباكستاني وعاشت مع العراقي كل ما يقوم في بالك هو موجود في مدينة الزاوية وضرب بنت في حي يعني الناس لما تحكي على العنصرية أنا في حياتي ما شخصها في حينا تحديدا أنا بنتهم وهذا بيتي طيب فداء بما أن حبك اللي وصلنا بشكل كبير بصراحة لها الحي وليها المنطقة احكينا عن أجواء الرمضانية شن الأكلات اللي متميزة فيها بالنسبة لشهر رمضان مدينة الزاوية ما تختلفش عن الودن الساحلية اللي هي السحرات واللمات العائلية وسهر لساعات طويلة في الليل الشباب والدوريات ممكن في بعض الصور غابت عن مدينة الزاوية كنا نشوفوها وإحنا صغر مثلا نسمعنا لي كنت لما نطلعوا نشوف الشيابين في الشارع هم يلعبوا في الخارب جم مثلا هذا مشهر توم عاش في مدينة الزاوية وممكن فيها المدن ربما كان موجود في القرى زي ما قلتك يعني هي طبيعتها طبيعة متمدنة اللهم إلا الأطراف بس السفرة الليبية في مدينة الزاوية أو الزاوية تلجي فيها يعني الأصناف الليبية المتعارفة عليها الكوسكسي، البيتزا، العصبان التقفاصين اللي هي معروفة عند الشعب الليبي ممكن إحنا في المنطقة الغربية مثلا في الجبل تلجي الفتاة إحنا ما معناش في مدينة الزاوية مش ضمن قائمة المأكلات الشعبية اللي هي موجودة في مدينة الزاوية مثلا تمشي للصبرات وصمان تلجي المرفوسة إحنا ما عندناش ولكن تبقى التفاصيل النكحة الزاوية في لماتها وفي صهراتها والعيلة والكنيين اللي هم ينتموا في الليل وما زالت في عائلات محتفظة مثلا بتقليد العالة عالة الشاهي اللي هو تقليد اختفى في هلبة مناطق أو هلبة مدن فهذا موجود في مدينة الزاوية حتى الآن في سنوات شفنا مثلا مائلة الرحمن والآن الكشاف يطلعوا في شوارع الزاوية مثلا وبعض المتطوعين من الشباب جزاهم الله خير هذا موجود في المدينة طيب فداء لو حكينا أو مشينا للسودان شوية وحكينا على جزئية الأكل وأجواء رمضان في السودان يعني شن تختلف على ليبيا اليوم الأجواء عامة في السودان تشبه ليبيا بس في بعض التفاصيل هو التفاصيل هذه تختلف من منطقة لمنطقة يعني إذا كان في ليبيا نفسنا من حي لحي ومن مدينة لمدينة تختلف إحنا ممكن في التقليد اللي شهروا به السودانين اللي هو تقليد الإفطار في الشارع هذا الحي الواحد تلقي إن كل الشباب والرجال بصفة عامة يطلعوا كل واحد يجيب الفطور بتاعه من البيت يطلعوا يفطر في الشارع باش اللي هو قمار قعابر سبيل كإنسان غريب حد مسافر إحنا نتعرف إن السودان مساحة كبيرة هلبة فأحيانا إنت تطلع باش تمشي من مدينة لمدينة تلقى روحك إنت ماشي نهار كامل أو نهارين باش توصل فإنت إذا كنت عابر سبيل وماشي تلقى هؤلاء الناس تفطر معهم في الشارع لأن إنت لما تجيب قلت لحد مثلا متفضل عندي في حاشي ممكن يشعر بالحرج لكن لما يلقى الناس أراضي هما في الشارع هذا بالنسبة لي مش شيء محرج العادة الثانية اللي هي قبل شهر رمضان وفي تقليد اسمها خم الرماد طبعا أنا ما كنتش فاهماته ما عرفتش إلا السنة هذه هذا يجتمع النساء نساء المنطقة في واحد من البيوت في نوع من المشروبات البلدية ويحضروا مثلا اسمها الحلمر هذا يطيب وقديما كان طبعا على الحق طبعا مع وجود التقنيات الجديدة الموضوع اختلف زي التحضيرات اللي هي الحاجات اللي هم يحتاجونها مع بعضهم آخر يوم طبعا يتجمعوا مع بعضهم لأن زمان طبعا كانت زي ما نعرفوا النار تخلي في الرماد فكانوا يتجمعوا باش ينطفوا البيت هذا ويسموه يوم خم الرماد اللي هو خلاص نحن يتكلمنا وستعدينا نعم الثل اللي بعدها اللي هو يوم الموسم آخر يوم قبل العيد من المعروف كيف يعلن العيد في السودان هذا خليك من موضوع طبعا بالسحور اللي يوميا يطلعوا في الليل يطلع المسحرات يطلعوا الشباب في الشوارع هكي فداء آخر يوم في رمضان يعني أن العيد تطلع الموسيقى العسكرية الجيش والكشاب والفنق الصوفية يطوفوا بشوارع المدينة نعم مجمع ما يطلعوا في الشاعر يعرفوا خلاص يعني الناس إنه خلاص هذا ثبت بكرة العيد نعم برضو مع التقنيات الجديدة طبعا صار يعني يطلعوا من باب التقليد نعم فداء العاقب بصراحة الحديث معك لا يمل عزيزتي ولكن شكرين جدا لوجودك معنا في هنا ليبيا شكرا لك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم ومشاهدينا أكيد شكرا لكل من كان في المتابعة والاستماع منطقة هنا ليبيا تجدد غدا في نفس الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر